نعم مركز اقتراح إلى جانب 61.543 مكتب اقتراع داخل الوطن زميلي وسامة نعم كذلك نتحدث عن الجالية في ثالث يوم من أيام الانتخاب 357 مكتب خصص للجالية الجزائرية بالخارج لأجل الإدلاء بصوتها في هذه الانتخابات 139 مكتب متنقل نعم كما يتوصل الاقتراع أيضا عند سكان البدوى الرحل ومختلف المناطق المعزولة حيث سخرت كل الوسائل لتمكين نحو 33.890 ناخبا مسجلا في القوائم الانتخابية من أداء واجبهم الانتخابي نعم وهو كذلك إذن هذه الصور تأتينا من مختلف ولايات الوطن انطلاق العملية الانتخابية بولاية قسنطينا نعم إذن التغطية متواصلة عبر شبكة مرسلين عبر ولايات الوطن وكذا مفادين إلى مكاتب التصويت والاقتراع في الجزائر العاصمة إذن ساميرا أعتقد فيه بروتوكول صحي تم تطبيقه خلال هذه الانتخابات نعم شاهدنا معظم الموظفين ووظفية المكاتب والمؤطرين يعتدون الكمامات كذلك شفنا أدوات التعقيم نعم كما يشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية وثمانمائة وسبعة وثلاثين قائمة لمترشحين أحرار نعم إذن الانتخابات متواصلة عبر مختلف مراكز الاقتراع عبر ولايات الوطن وجدوا الإشارة زميلي أسامة أنها تعتبر سبع انتخابات برلمانية منذ ثلاثين عاما نعم إذن الحدث السياسي كما نشاهد مواطنون وليه الأنظار من مختلف شرائح المجتمع من مختلف دول العالم التي تتابع هذه الانتخابات التشريعية التي ستفرز برلمانا من شأنه التشريع وهذا الموعد الانتخابي زميلي أسامة يأتي في إطار إصلاحات سياسية وعد بها رئيس الجمهوري عبد المجيد تبون بعد انتخابه نعم إذن هذا البرلمان مهم جدا خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذه الإصلاحات مهم كذلك لتحقيق التوافق الوطني لتنفيذ برامج التنمية وتجسيد ما جاء به دستور الفاتح نوفمبر أكيد إذن عملية التصويت متواصلة عبر مختلف مراكز نعم كما نشاهد مواطنون يدلون بأصواتهم في أول الانتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ بداية الحراك الشعبية المبارك نعم ويجد الإشراء أيضا أن العملية الانتخابية في جانبها اللوجيستيكي قمت المصالح بتوفير كل الوسائل من خلال مخططات أمنية نعم إذن التصويت متواصل عبر مختلف مكاتب الاختراع عبر ولايات الوطن وكذا في الخارج كما نشاهد في هذه الصور التي تأتينا كما أشرت سابقا عبر شبكة مراسلين من مختلف الولايات كانت انتخابات تشريعية تشرف عليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كان فيه تصريحات هامة لرئيس الجمهورية بعد زيارته التي قادته إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والتي قال فيها أن الصندوق سيكون الفيصل خلال هذا الموعد الانتخابي وأكد أنه فيما يتعلق بالكوطة أن هذا العهد قد وله نعم عهد الكوطة قد وله الأولوية للشباب الكفاءات ستكون حاضرة خلال هذا البرلمان الذي ستعلن نتائج النهائية عنه خلال الأيام القليلة المقبلة نعم إذن في انتظار في انتظار أن تأتينا الصور من مختلف الولايات الوطن نشاهد هذه الصور قسنطينا الواد والجزائل العاصمة نعم إذن نشاهد هذه الصور أمين بما أنك معنا ممكن أن نستغل تواجدك معنا كنا تحدثنا عن الإطار القانوني لهذه الانتخابات وهل ممكن أن هذا الإطار القانوني يضمن لنا حقيقة انتخابات يتطلع لها كل الجزائريون وتطلع لها كل التشكيلات السياسية شوف الإطار القانوني يوجد إطار فيما يخص ترشح ويوجد إطار فيما يخص الانتهاء العملية الانتخابية أو نتائج الانتخابات ما يشفر عليه البرلمان فيما يخص كنت تكلم بكل موضوعية على شروط المحددة في قانون الانتخابات حقيقة شروط قتلك لقد كسرت العزلة من الناحية القانونية كسرت العزلة بين الشاب الجزائري والحياة السياسية عندما نجد اشتيارات وجود نسبة معينة من السن دون الاربعين في قائمة انتخابية هذا شيء جيد لماذا؟ لأنه سوف يكسر العزلة بين الشباب الجزائري والحياة السياسية نريد إقحام الشباب الجزائري في العائلة السياسية نريد كسب ثقة الشباب الجزائري في الحياة السياسية وتمثيل الشباب الجزائري في الحياة السياسية وبالتالي إذا وجدنا من خلال البرلمان إذا ظهر برلمان أو أصفر الصندوق على برلمان تجد فيه مثلا 50% منه شباب هذا شيء يشرف يعني حتى في المحافل الدولية عندما نحن في بعض الحالات نشوفه واحد المسؤولين الأوروبيين أو الدول المتقدمة يجي عندك وزير أول ويجي عندك حتى في بعض الحالات رئيس دولة لا يكبر سنه على الأربعين أو الأربع وحده أربعين خمسة واربعين سنة وبالتالي في الجزائر حتى عندما يكون التمثيل الدبلوماسي لأنه لا يخفى لكم أن البرلمان له تمثيلات دبلوماسية في البرلمان في البرلمانات العالمية وبالتالي عندما يلاحظوا أن شباب هذا يعطي مصداقية للعملية الانتخابية يعطي مصداقية للحياة السياسية ويقحم الشباب لكن يجب أن تكون الانتخابات نازية هذا فيما يخص الشق الأول الشق الثاني الانتخابات نازية يوجد من النصوص الكافية لأنه تصفر على عملية نازية لكن تطبيقها في أرض الواقع لأنه لا يخفلك أن هذه أول عملية انتخابية تشريئية بعيدة عن آيون إظهارة كل البعض يوجد سلطة مستقلة تنظم الانتخابات كل الأنظار موجهة لها في تطبيق النصوص القانونية قلت لك في الممارسات السابقة يوجد فيديوهات تم إظهارها توثقت عملية تزوير لكن لا حياتها لمن تنادي سوف نرى هذا الانتخابات إذا وجد تزوير إذا وجد محابات إذا وجد تأثير على ناخبين من خلال تقديم الهدايا أو الرشاوي هنا ينقل هما اسمها القانون الهدايا تصل عقوبة لأشياء كيف السلطة سوف تتسرم لكن سؤال مطرح هل السلطة الوطنية المستقلة لاها كل الإمكانية البشرية والمادية للطبيق تلك هذا سؤال يطرح نفسه للطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع ضف إلى أنه لاحظنا أنه إذا أقحمت العنصر الشباني في العملية الانتخابية حتى الناخب الذي يتوجه إلى الصندوق يكون من معدل عمر المنتخب وبالتالي نظن أن هذا البرلمان إذا كانت فيه طاقة شبانية نظن سوف يعطي وجهة مشجعة للشباب كذلك ووجهة سياسية جديدة للبرلمان الجزائري لكن بشرف بشط وأولي حلا هذا الشر أنه تطبق النصوص الدستورية بحذافرها يجب أن نتعلم أن الدولة الجزائرية أن المؤسسات الدستورية هنا لتطبيق القانون ولا تطبق ولا يجب تصفية بها الحسابات يجب الخروج من تصفية الحسابات إلى دولة القانون لا يمكن أن نصفي الحسابات بين الشخص وآخر عن طريق المؤسسات الدستورية المؤسسات الدستورية يجب أن تكون بمنأة على تصفية الحسابات اليوم السياسية بجامعة سكيكدا بعد اللحظات إذا كان ذلك ممكنا نعم نشاهد هذه الصور التي تأتينا من مختلف ولايات الوطن إذن أمين ربما نخوض في جزئية أخرى متعلقة بسيناريو نتائج الانتخابات المقبلة الممكن أن نشهد تحالفات سياسية داخل قبة البرلمان شوفك الشيء الأكيد نقول لك أكيد لكن نسبي أكيد أنه ما تقدرش تكون أغلبية برلمانية ما هي الأغلبية برلمانية هي أنه حزب يكون عنده فوق ميتين واربعة مقعد ميتين واربعة مقعد يعني أنه يستغني على باقي فيما يخص التصويت على القوانين أو يعني مشاريع القوانين يتمر في البرلمان أنا نظن أنه سوف تكون تحالفات سياسية كيف تحالفات سياسية بمجرد أن نقول حزب حصل على أقل من ميتين واربعة مقعد حتى وإن تحالفها مع شخص واحد مقعد واحد يعتبر تحالف سياسي التحالفات أكيد أكيد سوف تكون لكن سؤال مطروح هل تكون في اتجاه إرادة رئيس الجمهورية أو عكس إرادة رئيس الجمهورية إذا كانت في إرادة رئيس الجمهورية هنا نتوجه ما يعربي تعيين وزير أول ينبثق عنه وزير أول يعني في هذا ما هي توقعاتكم فيما يخص تشكيل الحكومة المقبلة؟ توقعاتها سوف تكون سيفيسة وتتوجه إلى تحالفات سياسية تحالفات داخل قبة البرلمان لكن السؤال قدت لك المطروح هذه عملية مفلوغة منها ما نظنش أنه يكون أغلبية على عصب ضمي من المستحيل بما كان أن تكون أغلبية لكن التحالفات سوف أي انتجاه هذا هو السؤال المطروح الذي لا يمكن أن نجيب عليه اليوم هل سوف تتوجه إلى إرادة تطبيق برنامج رئيس الجمهورية أو إرادة وجود يعني وجود وزير أول أو وجود رئيس حكومة وفقا لما نص على هذه الدستور وفقا هل تستطيع أن تقول ما هي المهام التي تنسب لكل واحد منهم؟ الوزير الأول تنسب له مهام تطبيق تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ولا يكون اختلاف كبير لكن رئيس حكومة أنا أظن أن يأتي ببرنامج منافع لبرنامج رئيس الجمهورية لكن يخرج نوعا ما ليس على الخطوط الكبيرة لكن يخرج في بعض الحالات عن برنامج رئيس الجمهورية هذا السؤال المطروح وأنا أحب هذا وإن إذا نشهد ديمقراطية حقا في كلتا الحالتين سواء الحالة الأولى أو الحالة الثانية نخلوها أن تكون مصداقية منبثقة من الواقع إذا كانت إذا الواقع إذا الانتخاب الصندوق فرض وزير أول عن طريق تحالفات برلمانية تؤدي إلى اتجار رئيس الجمهورية خلوه يعمل وإذا كان رئيس حكومة كذلك نخلوه يعمل في هذا الاتجاه وهنا قد نقوله يكون أنه برلمان قوي وهنا نمكن نبدأ نتكلم على مبدأ الفصل بين السلطات في السابق نتكلم على مبدأ الفصل بين السلطات لكن في الواقع سوريا فقط سوريا لا يوجد لا يوجد حتى تلقى في السابق رئيس رئيس مؤسسة دستورية يقول نكلم رئيس الجمهورية نشوفه لما تنحى المنصب ولما تنحاش أين هو مبدأ الفصل بين السلطات الشرائية القضائية وتنفيذية كما نشاهد في الصور عدد كبير من الشبان الذين يتجهون تشتركوا في القناة